السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ان شاء الله من نهار ضهر الكلم عن مؤشرات الكبول بكليات الطب البطري وزي ما حضراتكم عارفين ان هذه الكليات تكون مرحلة تانية والحقيقة بالنسبة للقبول بكليات الطب البطري غالبا ان شاء الله يكون زي تنسيق العام الماضي خصوصا ان المجميع قريبة جدا من بعضها والحضرتك الكليات بالدرجات وطبعا دي مؤشرات وتوقعات بالنسبة للتنسيق والقبول بهذه الكليات ممكن طبعا يكون هناك اختلاف ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي ولكن الاختلاف مش هيكون كبير اوي ممكن يبقى درجة درجتين او بالكتير اربعة درجات في هذه الحدود عندنا طب بطري المنصورة 360 درجة طب بطري الزأزيق 359 درجة طب بطري صهاج 359 كفر الشيخ برضه 359 جنوب الوادي 358 المينية 358 المنوفية 358 ده منهور 358 الأسكندرية 358 برضو القاهرة 357 وكذلك أسيود 357 وبالنسبة لبنها 356 وأسوان 355 وهنا يا شباب ممكن تكون المجميع بتاع تهزير كليات ممكن تكون اكتر من كده بدرجتين ممكن تقل عن كده بدرجة طبعا على حسب التقديم بتاع السنة دي تمام يا شباب؟ نجي بعد كده البني سويف 354 مدينة السادات 354 تب بطري قناة السويس بالاسماعيلية 354 مطروح 354 العريش 354 أخيرا الوادي الجديد 352 ربنا يوفقك يا شباب وكل واحد يدخل الكلية اللي هو عايزها فاليساج بقى لايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا